بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة من سلسلة أعطال المحرك الديزل البركتز المحاضرة بعنوان توقيت حقن الوقود وضغط الحاكم للمضخط دوارة الـ DBA DBA Pump Injection Timing and Injector Full Pressure تعريف معنى ضغط وتوقيت حقن الوقود الصحيح Correct pressure and Injection محرك الديزل يحتاج إلى درجة حرارة كافية بغرفة الاحتراء لشعال الوقود والعمل ذلك يجب التأكد من أن ضغط وحقن الوقود يعمل بشكل جيد ومعنى ضغط وحقن الوقود يعمل بشكل جيد وصحيح واحد توقيت حقن الوقود صحيح Correct timing وضغط الحقن صحيح Correct Injector Pressure وإستخدام الوقود صحيح Corrective تأثير ضغط وتوقيت حقن الوقود على فترة تأخير إشعال الوقود Ignition Delay Period فترة تأخير إشعال الوقود Ignition Delay Period هي فترة تحضير الوقود من تزرية وخلط مع الهواء وهي المسافة من بداية حقن الوقود Start Off Injection إلى بداية الاشتعال Start Off Ignition الحالة الأولى هي ضغط حقن الوقود منخفض أو ضغط حقن الوقود عالي Incorrect Injector Pressure يهم ضغط حقن الوقود منخفض يدينا Long Ignition Delay Period بمعنى فترة تأخير إشعال الوقود طويلة أما الحالة الثانية بالنسبة لضغط الوقود فعي حقن ضغط الوقود عالي بمعنى Short Ignition Delay Period أي بمعنى فترة تأخير إشعال الوقود قصيرة أما بالنسبة لتخديم أو تأخير في توقيت حقن ضغط الضغط العالي Incorrect Injection Time Timing ففي حالتان أيضا الحالة الأولى تقديم في توقيت حقن مضغط ضغط العالي أي Long Ignition Delay Period فترة تأخير إشعال الوقود تكون طويلة والحالة الثانية بالنسبة لتقديم أو تأخير في توقيت حقن مضغط الوقود تأخير في توقيت حقن مضغط الضغط العالي أي Short Ignition Delay Period فترة تأخير إشعال الوقود قصيرة الفيديو الذي أمامنا يشرح إذا كان ضغط الوقود حقن الوقود مخفض أو ضغط حقن الوقود عالي ماذا يحدث فترة تأخير في توقيت حقن الوقود 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 الشيئي يقبون بطريقة أموالية يقبون بطريقة أموالية أموالية تركز أموالية ومجرد أموالية قبل لا يقبونة الأمر أموالية يتضح الوقت إيقافة طريقة بسبب سيئة مباشرة على الإقناط مباشرة بالإيقافة ويجعل أفضل طريقة مغلقة سيكون لعيقافة كما يميز على الإقناط سيئة تزيلة طريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر كما في السابق ما هي الأسباب incorrect nozzle pressure ضغط الحق غير سليم يوجد سبب من الأسباب انخفاض في ضغط حقن الوقود أي long ignition delay period السبب الثاني ارتفاع في ضغط حقن الوقود أي short ignition delay period تعطينا أعطال إضافية وأعطال سابقة الأعطال الإضافية تركب المحرك سكونة المحرك زيادة في ضوضاء المحرك أما الأعطال السابقة في نمرة 6 لاك سموك وفقد في كدرة المحرك نمرة 3 short ارتفاع في ضغط حقن الوقود يؤدي إلى عالم مخلوط أبيض وأسود ده أعطال إضافي وفقد في قدرة المحرك نمرة 3 ويجب عمل الفحوص التالية أولا فحص سامول الضبط ضغط الحاكم اللي هي adjusting screw أو فحص سوسة الحاكم السبرينج أو فحص فتحها تلفونية النزل وال وإذا كانت إبرة الحاكم لا تتحرك ستاك يجب تغييرها وتغيير النزل بالكامل المعالجة اختبار الحاكم الضبط ترجمة نانسيقات في الوقت تقرير وما يشاهد الى الوقت ترجمة نانسيقات جدد اذا انتظار المنزل من المساعدة من خلال تجريد معنى خلال نانسيقات في الوقت ترجمة نانسيقات عن التصميق لأنبليل أستigل لدفع بشكل محزيح هم هذه التصميق بشكل محزيح تفضل لدفع بشكل محزيح لنسبق خلال صباحة عشيح حيث أن كل محزيحات المحزيحة سبيل المحزيحة يوجد مده أو يابر حيث أن الصميق قام بما محزيحة ونسبق الأفضل من أفضل الإلسان تكون فديو بيزر الوضوات الضعية ينسبة للدفع في سواجب الوضوات الجهة في تركيز التجاج الم الاصبع الإجاب في الدفع المدتهد في العلم المسانة جميع السوق المقابلات على المنزل السقق ينسبة للحظة التجاج المتوسط تقوم بتجزيلا الثمان الاشياء عمل الأصباء في العام السيطة م final test is for forward leakage first wipe the nozzle dry and then raise the pressure to 10 to 15 atmospheres below the injection setting then check for drivel الحالة الثانية تقديم إذا حدث تقديم أو تأخير في توقيت حقم الضغط العلي ماذا يحدث سوف توقيت حق البطر الثانية السبب سعيد المشكلة الagarلي أقوم بالتعوش من شكراً ّ تداخل قمة وقارب المشكلة جداً بدأت أراضي من خلالة تقديم wanna take a longer time before they can ignite this result in a longer Rep 겁니다 once the fuel ignites the large amount of fuel burns at once the result is the knocking we heard earlier white smoke is sometimes caused also by retarded fuel injection timing ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما الأعطال السابقة عادم أسود رقم 6 وفقد في قدرة المحرك رقم 3 تخيل في توقيت حقن الوقود يؤدي إلى أعطال إضافية عادم أبيض وأعطال سابقة فقد في قدرة المحرك معلومات فنية لتوقيت ملخط حقن الوقود دي بإيه كراءة كتالوج المحرك للتعرف على النقاط الفنية ومنها تحديد مصورة الضغط العالي للأسطوانة رقم 1 بالحرف X في هذا المكان على المضخة ويقال لها number one cylinder outlet X فاك غطاء فحص توقيت الحقن انسيبكشن تايمين كابر ده الانسيبكشن تايمين كابر دوران عمود المرفق في اتجاه دوران إلى النقطة الميتة العليا top dead center دوران عمود المرفق في اتجاه عكس الدوران حتى 24 درجة حسب كتالوج قبل top dead center وهي بداية الحقن start of injection تحديد توقيت الحقن للصوانة رقم 1 بالحرف F timing letter F وهي موجودة بكتالوج الصانع الابريشان منول التأكل من استقامة الحرف F مع الحافة المستقيمة الورد الزن سيركليب وهي ايضا تحدد start of injection للصوانة رقم 1 معناها استقامة فتحة توزيع الوقود بالمضخة مع مصورة الضغط العالي للصوانة رقم 1 timing letter F يوجد علامة علامة خط مستقيم بالمضخة هذه العلامة وعلامة خط مستقيم على غطاء توقيت الحقن على غطاء توقيت الحقن تأخير لعمل تأخير او تقديم في حقن الوقود تحديد ترتيب الاشتعال firing cordon مهم جدا لتوزيع مواسير الضغط العالي من المضخة الى الاصطوانات بدءا بالحرف اكسل 1 اتجاه دوران المضخة مهم جدا لتوزيع مواسير الضغط العالي أيضا معلومات فنية لتوقيت مضخة حقن الوقود دي بي ايه المعلومات الفنية لتوقيت حقن الوقود للمضخة دوارة دي بي ايه اولا فك غطاء فحص التوقيت الحقن التايمينج انسبكشن كابر ده التايمينج انسبكشن كابر يوجد حروف لتر في هذا الجزء من المضخة على سبيل المثال الحرف اكس ويعني خروج الوقود الى الحاقن للصوانة رقم واحد نمبر ون سلندر اوتلت بيساوي اكس تبقى لكتالوج الصانع اللي بريشا مالولا يوجد ثلاث خطوات لضبط توقيت الحقن اولا ضبط المحرك دوران عمود المرفق رانك شافت في اتجاه دوران المحرك الى النقطة الميتة العليا التوب دي سنتر ثم دوران عمود المرفق عكس اتجاه دوران المحرك حتى 24 درجة قبل النقطة الميتة العليا التوب دي سنتر افتقى وبهذا تم ضبط المحرك عند بداية الحقل لإسطوانة رقم واحد 24 درجة قبل التوب ديت سنتر ثانيا ضبط المضخة الدوارة المضخة الدوارة يوجد حرف الليتر ده موجود على عمود الإدارة الدرايف شافت ولضبط توقيت حقل المضخة لإسطوانة رقم واحد يجب عمل استقامة الحرف إي استقامة الحرف إي مع النهاية المستقيمة دي ورد الزن السيركلي كما بالشكل وهذا يعني دفع الوقود من فتح التوزيع الوقود الديستميوشن بورت من إلى إحدى فتحات خروج الوقود من المضخة لخروج الوقود المضهود إلى مصورة الضغط العالي يبدأ الحرف المستقيمة للسيركلي مع الليتر إي الموجود بكاتالوج الصانع وبهذا تم ضبط المضخة لقروج الوقود المضهود عند بداية الحق Start of Injection لإسطوانة رقم واحد وهنا الإسطوانة رقم واحد عند 24 درجة قبل النقطة الميتة الأولية ثالثا ضبط تأخير أو تقديم المضخة يوجد خط مستقيم هنا بفلانج المضخة الدوارة يستقيم مع خط آخر بغطاء توقيت Timing Coward والعمل تأخير أو تقديم الحق نقوم بفك هذا الزيز صمولة قليلا للوز ثم تحريك هذه المضخة يمينا أو يسار لتأخير أو تقديم الحق مع ملاحظة عدم تحريك عمود المرفك رانكشافت المعلومات الفنية خطوات تركيب المضخة لعمل توقيت مضخة حقم الوقود DBA أول حاجة تركيب مضخة DBA بمكان تاني حاجة قدر عمود المرفك حتى يكون كي لعلى رأسيا عندما يكون المحرك في الوضع العادي لكي هنا لعلى ثم تركيب ترس عمود المرفك ترس ده تركيب ترس المناول ده ترس المناول لأيضا الجير مع استقامة العلامات المار بين ترس المناول وعمود المرفك عند تركيب ترس المناول ايضا الجير كن حزنا لأنه يوجد به ثلاث علامات توقيت تركيب ترس عمود الكامات مع استقامة العلامات ده عمود الكامات ترس عمود الكامات مع استقامة العلامات المار بطريقة صحيحة مع ترس المناول الايدا الجير تابع خطوات تركيب المضخ بنز ترس توقيت المضخ الدي باي ده فيه هنا بنز صغير ودي الفتحة الطولية الطولية بعمود إدارة المضخ الدي باي تركيب ترس توقيت المضخ ترس ده تم تركيبه بما كان وزارج بتركيب بنز ترس توقيت البنز المضخ بالفتحة الطولية الفتحة الطولية مع التأكل من استقامة علامات توقيت الحق كما بالشكل استقامة علامات توقيت الحق اللي هي باللول الأحمر ثم تركيب ورد الزن ثم رباط عدد 3 بور لمعالجة ضبط توقيت حق الوقود نشاهد هذا الفيديو تركيب المضخ الدوارة زاد الضغط العالي دي باي اولا تركيب معنى التصرب ده معنى التصرب الورقي البيبر جسك بجسم غطاء التوقيت التايم انكور ده التايم انكور ثم تركيب المضخ مغطاة التوقيت التايم انكور والرباط بعد تصامل قدر عمود المرفق عمود المرفق ده كرانكشافت حتى يكون خبور عمود المرفق ده خبور عمود المرفق كرانكشافت كي لعلى رأسيا عندما يكون المحرك في الوضع العادي ثم تركيب الترس المناول لأيدل جير مع السخامة العلامات المار بطريقة صحيحة مع عمود المرفق كرانكشافت جير ترس عمود المرفق كرانكشافت جير والحوزة مهمة عند تركيب الترس المناول هذا الترس المناول أي رجي يكون حذرا لأنه يوجد ثلاث علامات خاصة بتركيبه العلامة الأولى مع ترس المضخة العلامة الثانية مع ترس عمود الكامات أما أما العلامة الثالثة مع ترس عمود الكرانكشافت ثم تركيب ترس عمود الكامات الكامشافت جير مع استقامة العلامات بطريقة صحيحة مع الترس المناول آيدا جير ملحوظة مهمة جدا يوجد فتحة طولية بعمود إدارة المضخة هذه الفتحة طولية مهمة جدا يتم تركيبها مع بنز ترس المضخة البن المبين بهذا السن مع استقامة علامات التوقيت بين ترس المضخة البام جير والترس المناول الآيدا الجير وين هذه العلامات اللي مع الترس المناول تركيب تركيب الترس تركيب وردة الزن الوشر ثم تركيب على ثلاث براغي لتزبيت ترس المضخة البام جير ترجمة نانسي قنقر